الشيخ في بعض الأحيان يقولون عندما تقولون لا حل أمام الفلسطينيين لا حل أمام الأمة سوى المقاومة سوى اللجوء إلى هذا الحل يقولون بأنكم تدعون الرحمة وعندكم مبادئ السلام ولكنكم تستعملون هذه اللغة هذه اللغة متشددة ليس أمام الفلسطينيين ليس أمام الأمة خيار أو حل سوى المقاومة ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة هذا المبدأ الذي يعيش عليه الناس في العالم اليوم نعم تارة قد يخرج ولكن القوة المقصودة قد تكون قوة بمعنىها المطلق قد تكون قوة فكرية إيمانية كما استعمل بعضهم العصيان المدني لإجلاء الاستعمار وهذا وقع في الهند كما هو معلوم استعمله غندي وكذلك أيضا استعمله نيلسون منديلة في جنوب أفريقيا لطرد المستعمر الإنجليزي والبريطاني ونجح طيب ولكن في بعض الأحيان إنسان يضطر إلى القتال كما قال الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم أنتم لا تعلمون الأصل في الإسلام السلام وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله فلا يلجأ إلى القتال إلا عند الضرورة المسلمون لا يحبون قتل الناس وسفك الدماء لا يريدون أن يخسروا أهليهم أو أن يرزأوا أولادهم في أنفسهم أو في أموالهم بل هم على الفطرة وهم على الرحمة ودينهم يدعو إلى كل إشفاق ورفق ليس بالإنسان وحده وإنما بالحيوان أيضا بل حتى بالجماد بالبيئة وهذا له أجلته الكثيرة يعني الإسلام عرض الجهاد كحل من الحلول وليس الحل الوحيد نعم وليس الحل الوحيد فإن اضطر إليه المسلمون فنعم وهذا هو الواقع الذي فرضه عليهم الخصم فهو لا يستجيب لأي نصيحة ولا يلتزم بأي اتفاقات ولا هدنة ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة فإنه في وقت الهدنة أو في وقت الاتفاق والسلام يقوم بالغدر والخيانة ويقتل المصلين ويهدم المستشفيات والمدارس ولا يلتزم بكل الأعراف الدولية كما يقال بل يضرب بها عرض الحائط فكيف يتعامل مع هذا العدو الغاشق ليس هناك وسيلة لدفعه إلا المقاومة وهذا جهد المقل نحن نتحدث عن أناس في عددهم لا يساوون حتى عشر المعشار عدوهم هذه المقاومة كم ألف في مقابل جيش يعني هو أغلب الشعب أصلا من رجال ونساء يلزم بالخدمة العسكرية الإجبارية كما يقولون طيب فالجميع مجندون تقريبا إلا الأطفال الأمر الآخر أن هذا الجيش مجهز بأقوى أعتاد وسلاح على مستوى العالم باعترافه هو طيب ليضمن تفوقه بينما هذه المقاومة قبل سنين قليلة فقط حصلت على بعض القذائف وبعض الرصاصات من أسلحة فردية يحملوا بعض الناس وإن كانت قد وصلت إلى مستوى أكبر من ذلك في الآونة الأخيرة فلا مقارنة مطلقا وإنما ذلك أمر تقتضيه الضرورة لأجل البقاء على قيد الحياة